الرحمن الرحيم عزيزاتي طالبات الصف الثالث المتبسط في ثانوية السندباد الاهلية مرحبا بكم في المهانضرة التنسحة وعنوانها مصادر الطاقة البديل أو مصادر الطاقة المتجددة من أهم الأسباب التي جعلت الطاقة المتجددة تفضل على أنواع الطاقة غير المتجددة هي الآتي هذه الأسباب مهمة جدا أليف أنها طاقة لا تستنفذ با طاقة نظيفة لا تلوث البيع جيم متاحة محليا دال قلة تكاليف إنتاجها ومن أهم مصادر الطاقة المتجددة هي الآتي الطاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة الوقود الحيوي طاقة المد والجزر الطاقة الشمسية هي مصدر الحياة على سطح الكرة الأرضية وتعتبر الطاقة الشمسية أحد أهم أساليب الطاقة لتوفير الطلب العالمي على مصادر الطاقة والتي يحتاجها الإنسان ومن أهم مميزات الطاقة الشمسية هي سهولة توفيرها وباء ليس لها تأثير على البيع لعدم إطلاقها غازات ضارة بالإنسان استعمالات الطاقة الشمسية تستخدم الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء في التطبيقات الحرارية تحلية مياه البحار وتسخين المياه والتدفع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يتم ذلك باستخدام الخلايا الشمسية الخلية الشمسية تسمى خلايا ووتو بولتيك وهذه الكلمة مشتقة من طبيعة عمل الخلية الشمسية فوتو تعني ضوء وبولتيك تعني فرق جهد مبدأ عملها تحويل الطاقة الضوئية لضوء الشمس إلى طاقة كهربائية مكونات الخلية الشمسية مهمة بالبكالوريا تصنع مين أولا طبقة رقيقة من مادة شبه موصلة مثل سيليكون مضاف إليها بعض الشوائب الشوائب هي كالفسفور أو البورون بنسبة معينة للحصول على تراكيب تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية تكون من طبقتان الطبقة العلية تسمى نوع إن يوفر الإلكترونات با الطبقة السفلة تسمى نوع بيكتسب الإلكترونات أربعة طبقة رقيقة توضع على وجه الخلية الشمسية تمنع عن إكاس الضوء خمسة تغطى الخلية بلوح زجاجي لحمايتها من التأثيرات الجوية ستة نقطتان للتوصيل الخارجي بالدوائر الخارجية ملاحظة الخلايا الشمسية تجهزنا بالقدرة المستمرة كما هو الحال عند استخدام البطاريات الجافة التيار والجهد الكهرباء المتولد من الخلية لا يكفي للحصول على قدرة عالية تتراوح بين 1 إلى 2 واط وهي قدرة قليلة لذلك توصل الخلايا مع بعضها على التوالي للحصول على لوح شمسي ربط التوالي يزيد فولتية ناتجة أما على التوازي فيزيد الناتج التيار الناتج تحسب القدرة بالقانون P تساوي I في V القدرة الخارجة تستخدم الخلايا الشمسية لإعادة شحن البطارية عن طريق جهاز يسمى العاكس بتحويل التيار المستمر إلى تيار متناوب لتشغيل الأجهزة الكهربائية 4 يعتمد زمن شحن البطارية على قدرة الألواح الشمسية من حيث عدد خلايا ومساحتها شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر